في مدينة ميامي الأمريكية يواجه فنان محلي تهما بالإضرار بمتلكات الغير بعدما حطم إحدى المزهريات المعروضة في متحف بيرز للفنون والتي تبلغ قيمتها مليون دولار وتعود التحفة للفنان الصيني آيويوي حيث يقول ماكسيمو كامنيرو البالغ من العمر 51 عاما إنه حطمها احتجاجا على اقتصار المتحف على عرض أعمال فنانين دوليين يشار إلى أن عمر المزهرية حوالي 2000 عام حيث يرجع تاريخها إلى إحدى أسر الامبراطورية الصينية